كنت قد أشرت إلى ما جاء في أحاديثهم الشريفة من بيان بنحو إجمالي لملامح منهج اليماني وقد عرضت ذلك عليكم في الحلقة الماضية أهم تلك الملامح يوالي عليا وبينت لكم معنى ذلك يهدي إلى الحق والحق هنا صاحب الأمر صلوات الله عليه يدعو إلى صاحبكم فليس له من دعوة لنفسه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذه أهم ملامح منهج اليماني وقد يصح أن نعبر عنه بالمنهج اليماني الموالات لعلي بحسب ميثاق بيعة الغدير الهداية لصاحب الأمر بحسب رسالة صاحب الأمر إلى شيعته طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا دعوة خالصة لصاحب الأمر فليس هناك من دعوة لا لنفسه لنفس اليماني ولا لأي جهة أخرى وبذلك فهو يدعو إلى الحق ويدعو إلى طريق مستقيم لا أريد أن أعيد ما تقدم من بيان في الحلقة الماضية لكنني أقرأ عليكم بعضا مما قرأته كي يتواصل حديثي من حيث انقطع في الحلقة المتقدمة الرواية التي قرأتها عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وطبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الرواية طويلة تبدأ من صفحة 262 وتنتهي في صفحة 265 الحديث الثالث عشر بسنده عن أبي بصير عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين حيث يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايات راية أهدا من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم بالقياس إلى السفياني الذي هو رأس الضلال وبالقياس إلى الخراساني الذي يدعو إلى نفسه ويدعو بالإجمال لصاحب الأمر هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه أمر صريح واضح وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه لأن اليمانية يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم مثلما بينت لكم من أننا على طول تأريخ الغيبة الكبرى منذ بدايتها في شهر شعبان في السنة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمئة إلى يومنا هذا وحتى إلى وقت ظهور إمام زماننا بحسب ما عندنا من معطيات ومن نصوص وأحاديث فإنهم صلوات الله عليهم لم يمدحوا لنا شخصية من رواة الحديث مثل ما مدحوا شخصية اليماني بالنسبة لنا لي ولكم ليس مهما أن نعرف من هو اليماني لأن الأئمة لو كانوا يريدون منا أن نعرف شخصية اليماني لذكروا لنسمه وبيّنوا لنا أوصافه هم ما حدثونا عن ذلك فسيكون الأمر بالنسبة لنا ليس مهما ثم إن الأحاديث بيّنت لنا وقت خروجه في الوقت الذي يخرج فيه السفياني والخراساني في ذلك الوقت يخرج اليماني وما نحن بشكل قطعي في هذا الزمان ليس هناك من أثر لا للسفياني بشكل واضح ولا للخراساني بشكل واضح أتحدث هنا عن واضحات الأمور ما نقلته لكم عن اليماني من روايات وأحاديث نقلت لكم واضحات الأمور وما حدثتكم به عن زمان خروج اليماني نقلت لكم عن واضحات الأمور ما هو ليس بواضح ما هو ليس ببين ما تطرقت إليه لأنني أبحث عن وضوح الرؤية مهما كانت النتائج أنا لا أريد أن أفترض نتيجة بحسب رغبتي أو بحسب رغبتكم كي أجاملكم وأحاول أن أحرك التفاصيل والمعطيات باتجاه شيء محبب إلى نفسي أو محبب إلى نفوسكم فأنا فأنا أسوق هنا المعطيات الواضحة كي نصل إلى الصورة الواضحة أهلا أكانت أكانت تلك الصورة محببة لنفسي أم لم تكن أكانت تلك الصورة محببة لأنفسكم أم لم تكن البحث هنا عن الوضوح ولذا فإني أتعامل مع المعطيات الواضحة المعطيات التي ليست واضحة لا أتعامل معها لا يعني أنني سأنكرها لا يعني أنني سأهملها أبدا سأكون مهتما بها ولكن بحسب سياقها بحسب ما يظهر من دلالتها أما في أصل المطلب فإنني أبحث عن الوضوح كي أستطيع أن أصل إلى نتيجة واضحة تنفعني وتنفعكم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى هذا الكلام هذا الكلام يفعل في وقت ظهوره ظهور اليماني في الوقت الذي يخرج فيه السفياني والخراساني يخرج اليماني فهذا الكلام يفعل في ذلك الوقت ومن هنا فإن الذي يهمنا هو منهجه لماذا لأن منهجه من خلال كلمات المعصومين منهج مرضي عندهم منهج مرضي عند إمام زماننا نحاول أن نكون قريبين من هذا المنهج بقدر ما نستطيع خصوصا أننا إذا قارننا بين منهج اليماني وبين منهج مراجع النجف فإن بونا شاسعا ما بين المنهجين ولذا فإني أحاول أن أكون قريبا بقدر ما أستطيع من هذا المنهج لكن لا بد أن تلتفت من أنني حين أتحدث عن منهج قريب من هذا المنهج إنها مجرد محاولة إنني أحاول ذلك وذلك لا يعني أنه يجب الالتزام بهذا المنهج على الجميع مثل ما جاء فيما يرتبط باليماني ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فما أتحدث عنه من منهجية إنها محاولة إنها محاولة أرجو أن تكون قريبة من المنهجية التي عليها اليماني والأهمية ليست لليماني في نفسه الأهمية لقبول إمام زماننا لهذا المنهج اليماني أصعد أم نزل هو من شيعة صاحب الأمر ونحن لا نصنم الشيعية مهما كان اليماني له خصوصية بحدوده له منزلة بحسبه الأصل كل الأصل هو إمام زماننا ولذا فإن اليمانية بعد الظهور لا ذكر له لا يعني أنه سيقتل سيموت لم يرد ذكر بهذا الخصوص لكن لا قيمة لكل الأشخاص مهما كانوا مع وجود إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فيبقى الذكر الأول والأخير والظاهر والباطن يبقى هذا الذكر للحجة بن الحسن صلوات الله عليه فقط وفقط فاهتمامنا باليماني هو اهتمام بمنهجه واهتمامنا بمنهجه لا لأنه ينسب إلى اليماني فما قيمة اليماني إن كان له من قيمة قيمته تتأتى من تأييد صاحب الأمر له القيمة الحقيقية في أول الأمر وآخره وفي ظاهر الأمر وباطنه مردها ومرد كل شيء إلى بقية الله صلوات الله عليه مثل ما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم فلا قيمة حقيقية لشيء إلا بما يصدر من فيضهم كي يملح ذلك الشيء قيمة نحن حسابنا وإيابنا وكلنا وكل كلنا في فناء ساحتهم الشريفة فهم الأول والآخر والظاهر والباطن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الملاحظة مهمة جدا أن تلتفتوا إلى أن اهتمامنا باليماني ليس لذاته ليس لشخصه حتى لا نذهب في قضية التصنيم والتقديس لأي شخص من دونهم التقديس لهم فقط أما غيرهم إن كانوا يستحقون الاحترام فإننا نحترمهم وإن كانوا لا يستحقون الاحترام فإننا لا نحترمهم ما قيمته التقديس خاص بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد أن صورة صارت واضحة لماذا الاهتمام بمنهج اليماني ليس لأجل اليماني وإنما لأجل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الفارق فيما بين اليماني وبين الآخرين على سبيل المثال الخراساني الخراساني حينما نقرأ في الأحاديث الشريفة وقد قرأت هذه الكلمات عليكم يوم أمس من غيبة النعماني ومن حديث طويل بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله عليه الإمام الباقر يحدث هنا عن الخراساني عن الخراسانيين فبيناهم كذلك فبيناهم كذلك الكلام يرتبط بما يسبق هذه الكلمات فالإمام يتحدث عن السفياني وعن أهل الكوفة وعن وعن فبيناهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طياً حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب القائم نفر هذا التعبير يشير إلى قلة وتعبير معهم ومعهم نفر من أصحاب القائم تعبير معهم لا يشير إلى أن جميع من في الخراسانيين في جيس الخراسانيين سيكونون في أنصار القائم صلوات الله عليه ومعهم نفر من أصحاب القائم هؤلاء محسوبون على القائم صلوات الله عليه هؤلاء النفر هذه المجموعة القليلة فالإمام الباقر ماذا قال قال ومعهم ليس الجميع مع الخراسانيين نفر من أصحاب القائم قطعا الإشارة هنا إلى خصوصية في هؤلاء يعني من الأصحاب القريبين من الإمام وإلا فإن أكثر جيش الخراساني سيلتحق بالإمام الحج أكثر الجيش سيلتحق بصاحب الأمر هذه التفاصيل موجودة في روايات وفي أحاديث أخرى الحديث هنا ليس عن كل التفاصيل لكنني أحتاج لبعض من البيانات المجزة لأجل توضيح المطلب ومعهم نفر من أصحاب القائم فالخراسانيون ليسوا جميعا سيكونون أنصارا بمرتبة خاصة للإمام الحجة صلوات الله عليه هناك مجموعة وهذه المجموعة لها خصوصيتها فلذا فإن الإمام ما قال ومنهم نفر من أصحاب القائم وما قال وفيهم نفر من أصحاب القائم قال ومعهم نفر من أصحاب القائم هذا يعني أن هؤلاء سينفصلون عنهم وهؤلاء لهم خصوصية معينة وهم قلة قليلة وهذا يكشف عن الفارق في خصائص منهج الخراسان ومنهج اليماني حينما تتحدث الروايات عن اليماني فإنها تتحدث عن منهج لصيق بصاحب الأمر بحسب البيانات التي تقدمت الذي يهمنا هو ملامح هذا المنهج أما أن يدعي شخص من البصرة أو شخص من بغداد أو من أي قطر آخر من أنه هو اليماني فذلك هراء في هراء ولا شأن لنا بهذه الترهات نحن مأمورون أن نتحرك في نصرة إمام زماننا حينما تتحقق هذه المعطيات أنني أتحدث عن نصرة إمام زماننا قبل ظهوره وتحديدا تحت راية اليماني لاحظوا هذه رواية مهمة جدا من روايات الكافي الشريف وهذا هو الجزء الثامن من أجزاء الكافي والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 219 رقم الحديث 412 بسنده عن الفضل الكاتب سأذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة قلت الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك ما هي العلامة التي إذا ما حدثت نتحرك لنصرتكم قلت قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك هذا الكلام طرح بعد سقوط دولة الأمويين وابتداء نشأة دولة العباسيين وأن أبا مسلم الخراساني قد بعث بكتاب برسالة إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وذلك أمر موكول تفصيله إلى محله فهنا نشأ هذا السؤال والسائل هو الفضل الكاتب فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك لأن الإمام رفض مقترح أبي مسلم الخراساني ورد ما جاء في كتابه فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك الإمام هكذا قال وهذا الجواب ليس موجها فقط للفضل الكاتب هذا موجه لي ولكم حين أقول موجه لي ولكم بخصوص ما يرتبط بموضوع اليماني والخراساني والسفياني الإمام هكذا يقول لا تبرح الأرض يا فضل إنه يتحدث مع فضل الكاتب لا تبرح الأرض يا فضل يعني لا تتحرك يعني ابقى في مكانك لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني فإذا فإذا خرج السفياني فأجيب إلينا الإمام يرددها ثلاثا فأجيب إلينا فأجيب إلينا فأجيب إلينا الإجابة كيف تكون مع من فإذا خرج اليماني فانهض إليه الإجابة تكون لمحمد وآل محمد بالكون تحت راية اليماني فإذا خرج السفياني السفياني يخرج قبل ظهور إمام زماننا الإمام ليس بظاهر الآن السفياني خرج فحينما يقول إمامنا الصادق فإذا خرج السفياني فأجيب إلينا فأجيب إلينا فأجيب إلينا يقول ها ثلاثا إلى أي جهة يوجهنا يوجهنا إلى اليماني إنه لا يوجهنا إلى الخراساني قطعا ولا يوجهنا إلى السفياني هذا أمر واضح فأجيب إلينا هم عدوا راية اليماني رايتهم وعدوا الإجابة لليماني إجابة لهم من هنا فإن الاهتمام بمنهجه أمر ضروري جدا هذه هذه علامة إشارة ميزان يمكننا أن نقيس ما عندنا من المناهج فالمناهج في واقعنا الشيعي عديدة منهجه منهج الأصوليين منهج النجف منهج الإخباريين منهج الشيخيين الإحسائيين منهج العرفانيين ومناهج أخرى ما هو المقياس الذي على أساسه نقيس هذه المناهج مثل ما بيّنت لكم على طول تأريخ الغيبة الكبرى ليس هناك من شخصية مدحت ومدح منهجها وطريقها مثل ما مدح اليماني ومن خلال الروايات فإن مدحه يبقى مستمرا إلى وقت ظهور إمام زماننا وهذا هو أفضل المقاييس وأفضل الموازي فعلينا أن نقيس هذه المناهج بمنهج اليماني بالملامح التي بيّنتها الروايات الشريفة أي منهج من هذه المناهج يدعو إلى صاحبكم لا يوجد ولا منهج واحد كل هذه المناهج كل هذه المدارس تصنم مراجعها عرضا يذكر صاحب الأمر عرضا يذكر ليس هناك من برنامج حقيقي مرتبط بصاحب الأمر البرامج في كل هذه المدارس في المدرسة الأصولية في المدرسة الإخبارية في المدرسة الشيخية في المدرسة العرفانية كل ما يطرح هو في خدمة زعماء هذه المدارس هذه القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الإثبات فهذا يعني أن هذه المناهج مناهج منافرة لمنهج اليمان وكذا الكلام في بقية التفاصيل الأخرى ترجمة نانسي قنقر